السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنكمل الواحدة التالتة مع بعض وهندخل في الدرس التاني على طول اللي هو ما يسمى بكوكب الارض احنا خدنا المرضي في بقى الاقمار والكواكب وكلام ده كله خدنا كواكب اسم نوعين كواكب داخلية وكواكب خارجية وخدنا الشوب والنيازك والمزنبات خدنا كلام ده كله اللي هو مفروض ان هو بيصطدم بكوكب الارض وانحنا بنشوفه فالنهاردة ان شاء الله هندخل مع بعض على طول على الدرس التاني اللي هو كوكب الارض هناخد وصف كوكب الارض كوكب الارض بتاعنا الوصف بتاعه والوصف بقى من جزء حاجة زي ما هنشوف النهاردة مع بعض اول حاجة قال لي في الوصف بتاع كوكب الارض شكل كوكب الارض ده برضو احنا اقدر زي اعتبر كله انتوا واخدينه برضو مع القبلة زينب في نص الاول اللي هو الترمي الاول بس زي ما قلت لكم احنا بنراجع عليه وفي حلات زيادة احنا ايه بنضيفها بس فانا معاي شكل كوكب الارض انا عارف ان الارض القروية تمت الاستطارة بس مش تم قوي ليه لان الارض مفلطحة عند القطبين ومنبعجة عند خط الاستواء الارض مفلطحة عند القطبين ومنبعجة عند خط الاستواء فما يجي يقول لي اذكر وصف شكلي كوكب الارض اقول له ايه ان كوكب الارض عبارة عن جسم قروي يكاد يكون تام الاستدارة يعني مش مستدير قوي ليه لان مفلطح عند القطبين ومنبعجة عند خط الاستواء دي اهم حاجة وخلي بالك بقى دي مركز الارض اهو دي مركز الارض فانا معا نصف القطر كده ونصف القطر ايه كده هي لو دايرة كاملة هيبقى نصف القطر بيسوى نصف القطر ده احنا واخدينه في الحساب اما ده مش مش سايه بعض ليه لان الارض مفلطح عند القطبين ومنبعجة عند خط الاستواء فاللي هيحصل قلي النصف القطر الاستوائي بيزيد عن نصف القطر الكنوبي عن نصف القطر القطبي بحوالي اتنين وعشرين كيلو متر يعني خط الاستواء نصف القطر بتاع خط الاستواء اللي هو ده هيزيد عن ده باثنين وعشرين كيلو متر اكبر منه باثنين وعشرين كيلومتر. يبقى ما يقول لك مين الاكبر. نصف القطر الاستوائي ام نصف القطر القطبي او لنصف القطر الاستوائي. طب علل. نصف القطر الاستوائي اكبر من نصف القطر القطبي. ليه? لان الارض مفلطحة عند القطبين ومنبهجة عند خط الاستوائي. ده مين? شكل كوكب الارض. تاني حاجة. هناخد حجم كوكب الارض. حجم قدي. ان الارض احنا عارفين برضو من الدرس اللي فات ان الارض متوسطة في الحجم. قوكب الارض متوسط من حيث الحجم. ليه? لان هو اكبر الكوكب بتاعت المجموعة الداخلية. واصغر الكوكب بالنسبة للمجموعة الخارجية. واحنا عارفين المجموعة الخارجية هي حجمها كبير جدا. والمجموعة الداخلية حجمها صغير. صح? ده احنا عارفين من الدرس اللي فات. وان الارض هي اكبر حجم في المجموعة الداخلية. بس هلما قارنة بالقاكب الخارجية هتكون اقل وحدة. فالارض ايه? متوسطة. وتحتل الترتيب الرابع تصاعديا. يعني من الصغير للكبير. تصاعديا يعني من الصغير ايه? للكبير. بنحسل ايه الحجم? وده احنا قد ندر سليفات. وان نصف قطر الارض متوسط بتاع نصف قطر الارض بيساوي ستة الاف تلتمية ستة وتمانين كيلو متر. يعني ستة ثلاثة تمانية ستة. هنا ستة وهنا ستة وفي النص تمانية وتلاتين. ستة وستة وفي النص كام? تمانية وتلاتين. ده مين? متوسط نصف القطر الارض. متوسط نصف القطر الارض. لازم تحفظ الرقم ده. تالت حاجة هناخد قطلة كوكب الارض. كواكب الاята قطلته يديه? كواكب الارض الكتلة بتاعته من اكبر. كواكب المجمعة الاخ Eli. كوكب الارض من اكبر الكوكب بتاع المقبل ايه? ادي اخر ايه? لان قتل الكوكب الارض المتوسط بتاع قتلة الارض اديه خمسة وتسعة من عشرة في عشرة السربعة وعشرين كيلو جرام. خمسة وتسعة من عشرة في عشرة سربعة وعشرين كيلو ايه? كيلو جرام. بعد كده رابع حاجة زمن دورة كوكب الارض. الزمن بتاع الدورة. كوكب الارض بيدور حوالي الشمس كلها اديه. والله انا عارف يا ميستر ان الكوكب الارض بيدور حوالي الشمس كل 365 يوم وربا وهي دي السنة بتاعة الارض ان السنة بتقرر كل 365 يوم وربا وان الشمس بتدور حوالي الارض بفعل قوة مين بفعل قوة الجاذبية بفعل مين قوة الجاذبية بتاعة الايه بتاعة الشمس طب خمس حاجة موقع كوقب الارض بالنسبة للشمس الموقع بتاع كوقب الارض بالنسبة للشمس احنا عارفين عدارة والزهرة والارض الترتيب الكام التالت من بعد حيث البعد عن الشمس هي الترتيب ده التالت وبتبعد كوكب الارض عن الشمس بحوالها ده 150 مليون كيلو متر 150 مليون كيلو متر ده مين ده وصف كوكب الارض انا وصفته من حيث خمس حاجات هم الخمس حاجات اول حاجة شكله حجمه قتلته بيدور حوالين الشمس كلها ده الموقع بتاعه بالنسبة لليه للشمس يوما يقول اقواص في كوكب الارض لازم تقول له الخمسة لازم تقول له كام الخمسة بعد كده هندخل في خصائص كوكب الارض اللي تكفر استمرار الحياة هي خصائص كوكب الارض اللي خلت في حياة على الارض وما خلتش في حياة على المريخ ما خلتش في حياة على الزهرة ما خلتش في حياة على طارد ليه الارض الوحيد اللي بقى في حياة لان بسبب الخصائص دي اهي الخصائص يا مستر خاصة. اول حاجة. الغلاف الجوي. الغلاف المائي. درجة الحرارة المناسبة. الجازبية. الدقطة الجوي. المناسب. هنياخد الخمس حاجات دلوقتي. اول حاجة الغلاف الجوي. وده برضه خطف الدراسات. الغلاف الجوة. بشير يا من. بشير الى الغلاف الجوي. طب الغلاف الجوي ده بيتكون من يا ميستر. غلاف الجوي بيتكون من غازات طب ايه الغازات يا ميستر? اقولك ايه هوم? النيتروجين الاكسوجين ساني اكسيد الكربون بخار المية وغازات اخرى. ايه هي الغازات الأخرى يعني الارغن والنبتون والكريبتون والزينون? مش عليك ان انت هتحفظه مش هادئك تحفظه. بس هتحفظ لهم ايه؟ غازات اخرى. يبقى ايه من القوانات الغالف الجوي خمس حاجات اكسوجين نيتروجين سنيوكسيد الكربون بخار المية وغازات اخرى نسبته النيتروجين في الهواء الجوي بنسبة 78% النيتروجين نسبته 78% يليه الاكسوجين بنسبة 21% يليه غاز سنيوكسيد القربون بنسبة 3 من 100% ثلاثة من 100% بعد جاء بخار المية والغازات الاخرى نسبته قليلة جدا ضائلة جدا والبخار الماء نسبته ايه بتبقى بتتغير على طول باستمرار على حسب الامطار والرياح طب ايه هي اهمية الغلاف الجوي يا ميستر انت عمال بتقولي ده من اول لخلا يبقى في حياة على قاقب الارض اصلا ايه هي اهميته هناخد اهمية غاز غاز فيه مش احنا احنا بيكون من غازات لاخد غاز غاز اول حي غاز الاكسوجين الاكسوجين ده عموما اللي احنا بنتنفسه يبقى لو ما فيش اكسوجين الانسان هيموت هينقارد ليه الانسان بيتنفس اكسوجين يبقى بتستخدمه جميع الجائنات الحية جميع الجائنات الحية في عملية ليه التنفس طب ايه ثاني احنا عارفين ان الاكسوجين بيوساعد عليا الاحتراق اول سا تعرفوا السنة الجاية ان الاكسوجين سيساعد في عملية الاحتراق يساعد عليا الاحتراق يبقى تاني حاجة من اهمية الاكسوجين لو بيساعد في عمليات احتراق الوقود ساعد في عملية احتراق لايه الوقود وكمال كانت Roman mode تستطيعزها في التنفس طب ثاني اكسيد الكربون تاو involved اكسيد كربون ده شيء لنا نبات بي‌ستخدمه علشان يعمل لي عملية البناء الضوء وياخد ثاني اكسيد الكربون ويخرج لي غاز الاكسوجين الي اخد ثاني اكسيد كربونheavy غراج لي غاز الاكسوجين اللي انا بتنفسه ويطلع ثاني اكسيد الكربون ودي発射ي النابات والنبادي يديني ايه الاكسوجين. معايا كده. يبقى كده تاني حاجة عملية البناء الضوئي. اللي احنا بستخدم فيها طبعا طاقة ويبقى في تربة ويبقى في مية ويبقى في مصدر للحرارة للضوء. والكلام ده كله. طبعا انا قددين الدفرة بعمل تدايق. مش لازم اللي انا ايه? اشرحها بالتفصيل تاني. يبقى عملية البناء الضوئي. تستخدم في عملية البناء الضوء عشان يكون الغذاء للانسان. طب غاز النيتروجين في ده نزيل نسب doing 88% كبيرة اوي. لو يقدر يأثر على الاكسوجين. يبقى بأثر على الاكسوجين وبيخفف في عمليات الاحتراق. مش الاكسوجين هو اللي بيعمل عملية الاحتراق. النيتروجين بيأثر على الاكسوجين ويخليه خفف من عمليات الاحتراق. طب تاني حاجة ان نبات الطربة لازم يكون فيها نيتروجين عشان النبات يكون المواد البروتينية لها البروتينات لان النيتروجين هو اصل البروتينت نيتروجين الحسفور هم اصل البروتينت يبقى لازم النبات بيستخدم النيتروجين في تكوين المواد البروتينية طب ايه تاني اهمية كل غير طب اهمية هو بقى عموما ايه مستر اهمية بقى الغلاف القلي بقى يعني اهمية الغلاف الجوي احنا كده اخدنا اهمية كل غاز لو بيتكون منه الغلاف الجوي اهمية الغلاف كله بقى ايه تحدث فيه كل صواهر الطقس والمناخ كل الظواهر بتاعت الطقس والمناخ بتحصل فيه زي حركة الرياح تكوين الصحب سكوت الامطار اللي انا منعي الرياح بتتكون تتل على هيئة صحب الصحب تنزل على هيئة امطار الامطار تتبخر تطل على هيئة صحب وهكذا العمل ايه دايرة يبقى بتاعت تسويه كل زهور الطقس والمناخ الامتداد العظيم للغلاف الجوي في الفضاء بيمتد في الفضاء ليه قال لي لما بيجي ناستك يدخل الارض بيحتك بالغلاف الجوي الاول فبيعمل ايه بيتآجل جزء منه قبل ما ينزل على سطح الارض والشهب لما بتيجي برضو تدخل الارض لازم تحتك بالغلاف الجوي في اللي يحصل بتتحري عشان كده بتظهر في السماء على هيئة صحب بيضاء في هيئة صورة شهب يبقى برضو بيحمينا الغلاف الجوي بيحمينا من الاخطار الفضائي طب ايه تاني بيحافظ على درجة الحرارة بتاع الكوكب الارض بيخلي درجة الحرارة مناسبة للناس ما يخلقاش مسلا سدين درجة مقوية الناس تموت من الحر ما يخليهاش سالب عشرين درجة مقوية الناس تموت من التلج لا بيخليه مناسبة اهم حاجة بقى بيحمي طبقة الاوزود الموجودة في الغلاف الجوي في الزبط في منطقة السيطراتوسفير اختار الاشعة فوق البنافس الجاية اختار الاشعة فوق البنافس الجاية بيحمي طبقة الاوزود طب ايه هي طبقة الاوزود يا مستر ان شاء الله تاخدها السنة الجاية انا لها درجة السنة الجاية ومشروح على القناة لو انت عاوز تشوف تعرف اكتر عن طبقة الاوزود ادخل على ترم الاول في تانية اعداد الوحدة التانية الدرس التاني الوحدة التانية تانية اعداد الدرس التاني هتلاقي طبقة الاوزود مشروحة بالتفصيل لو انت عاوز يعني ايه تستفسر عنا هتلاقي موجود على القناة يبقى بتحمي طبقة الاوزود من الاشعة فوق البنافس الجاية اشعة الشمس بيجبلينا اشعاءات كتير اوي كلها ضرة فانا معايي في الغلاف الجوي في منطقة في الغلاف الجوي كده الغلاف الجوي متقسم لطبقات. فها عندي منطقة كده فيها فيها الازون. فاما بيجي ينزل الاضرار الشاعة بتاعت الشمس تنزل على الارض لازم تعدى على الغلاف الجوي. فمين المستقبلة في طبقات الغلاف الجوي الازون. ما يخلاش تعد. ولو عدد هتموت الانسان. يبقى بيحمينا من الاخطار الاشعة فوق قلب نفس جاية. شوف سألها عالي لو. لو لطبقة الازون لهلكت كافة الكائنات الحية على سطح الارض. ايه? عشان بتحمل كائنات الحية من اخطار الاشعة فوق قلب نفس جاية. المصاحبة الاشعة ايه? الشمسية. طب ماذا يحدث? لم يحيب بكاقب الارض خلاف الجوي. لو الارض مش محاطب خلاف كوي الا هيحصل. قال لي سوف تنعدم الحية على سطح الارض. مش هيقفة حية على سطح الارض. ويكون سطحها عرضة طبعا للتدمير بقى بسبب سكوت الاجسام الفضائية الشوب هتنزل والنازك هتنزل بحجمها الكبير. يا نازك حجمها كبير اه. بس حجمها اكبر من كده. ده ما هي بتحتاج باللغة في الجوي جزء منها جزء منها بيتآكل. وبيتحرق. تخيل بقى ما الجزء منها بيتآكل وبتنزل بالحجم الفضيع ده. طب لما تنزل بقى على طول الا هيحصل هتدمر الكوكب. يبقى بسبب سكوت الاجسام الفضائية عليه ايه? بسهولة. حد هنا كده نبقى خلصنا نص الدرس بتاعنا والمرة الجاية هناخد بايدي الدرس عشان يبقى شتويل عليكم. واشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة